أفادت وزارة الصحة بأن الموقف الوبائي في البلاد يشهد تطورا خطيرا مشيرا إلى أهمية أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا في أسرع وقت وفي بيان رسمي قالت الصحة أن نسب الإصابات بالفيروس تشهد ارتفاعا غير مسبوق منذ تفشيه دعية إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمية الصادرة عن خلية الأزمة ومنع عقامة التجمعات البشرية يأتي هذا في وقت سجلت فيه وزارة الصحة أكثر من ثمانية آلاف إصابة جديدة وتسع وثلاثين وفات بفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة وهو أعلى معدل إصابات منذ تفشي الوباء في البلاد